محافظة صلاح الدين محافظة ويريد ينهض بها بعد ما دمرها داعش هاي اسئلة مواطن صلاح الدين وسكانها ايضا يسألها بغصة وسط صدرة كل تخصص المحافظة يروح من نصه بل اكثر من النص بجيوب الفاسدين تخصصات المحافظة وتعويضات النازحين والفيضانات اللي صارت وغيرها وغيرها حتى ديوان الرقاب المالية اعلن تصدر صلاح الدين الفساد بين المحافظات البقية بحيث المواطنة صايرة درجات اللي تابع الشبير ياخذ واللي عاد الشبير يتفرج والنفوذ وصل لمرحلة عابرة للحدود وللمحافظة ايضا من الدمار الدمار بعد ما دمرها داعش جو الفاسدين يكملون الدمار لكن عن طريق السرقة بلسان اهلها وصدق من قال الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة وفي كل هذا الحال حدودها لدارية حتى الان ممأمنة بشكل كامل والخروقات تحدث والتهديد الامني موجود كتحدي لابناء المحافظة وغيرها وغيرها من الامور اللي راح نتعرف عليها بحلقة اليوم عنوين الثامنة ادارة الشرقات لبرنامج الثامنة داعش نراه بالعين المجردة جهات مسلحة تمنع عودة النازحين في نواحي صلاح الدين بحجة مطلوبين قضائيا شيخ العشار وجهنا رسالة الى عادل عبد المهدي للتدخل الفوري بسبب هدر المال العام في المحافظة وتقرير لديوان الرقابة المالية يؤكد تصدر صلاح الدين بالفساد وهدر المال العام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم مجددا سارتي الكارم وحلقة جديدة من الثامنة عبر قناة الرشيد الفضائية اناقش ملف محافظة صلاح الدين بالامني والسياسي والاقتصادي وحتى الانساني مع ضيفي الكريمين هنا في الاستوريو سيد مروان جبارا المتحدث بسم شوخ العشائر مرحبا سيد مروان ضيفا كريما وايضا من اربيل مع ناب محافظة صلاح الدين الدكتور سعد القيسي مرحبا دكتور وحياك الله نورتنا لأول مرة في برنامج الثامنة حياك الله استاذ مروان ابدوياك اليوم ابدوياك من قضية هدر المار العام جنابك دائما عندك تغريدات على الفيسبوك وتويتر تتنوهون اكو فساد واضح جدا في قضية النجالس في قضية البنايات اللي دا صير والمتابع لمحافظة صلاح الدين ماذا يشبه فرق مثل ما صار فرق حاليا على اقل تقدير بالانبار بسم الله الرحمن الرحيم تحية لجنابك الكريم ولكل مشاهدي برنامج الثامنة وقناة الرشيدة الفضائية القناة التي لها جمهور واسع في المنطقة وفي محافظة صلاح الدين طبعا حسب تقارير الديوان الرقابة المالية وهو اعلى سلطة رقابية في البلد هناك هدر للمال العام في صلاح الدين هذا شيء موثقت دوائر الدولة المعنية بموضوع الرقابة نعم يعني احنا ما راح نجيب شيء جديد احنا فقط ان ربما ان نوه او ان برهن انه محافظة هي محافظة متأخرة متأخرة بموضوعة الخدمات هناك يعني خدمات سيئة جدا نعم يعني على سبيل المثال قبل اسبوعين الماضية يعني بقت مدينة تكريت لمدة تقريبا يعني عاشت خمسة عشر يوم نعم تكاد تكون متواصلة بدون وجود للتيار الكهربائي وخصوصا مدينة تكريت مدينة اللي هي عاصمة محافظة صلاح الدين اللي يفترض هي تكون وتطلع بابها حلة نعم فكيف بها يعني تعيش او ترزح تحت ظلام دامس لمدة خمسة عشر يوم في ظل هذه الاجواء الحارة جدا زيب يعني فهذا ولد انطباع لدى الناس انه هناك عدم جدية بحل مشاكل المحافظة ومنها موضوعة الكهرباء نعم ولذلك كان هناك المتنفس الوحيد لإخراج ما في الدواخل هو وسائل التواصل الاجتماعي لانه الشباب الآن تعرف انت الآن الفيسبوك بس اللي يسمع جنابك وليسمع ايضا تغريدات واللي يشوف تغريدات ايضا نشطاء صلاح الدين نعم وشيوخة يعني كأن ما هي صلاح الدين في محافظة يعني غابة وليست محافظة عراقية بها حملة اعمار صارت على اقل تقدير على اقل تقدير بملف النازحين مثلا رغم هذا الملف ايضا راح ناقش مع الدكتور سعد بن ربيل ليش هذا التشاؤم استاذ مروان ماكو اي اعمار ماكو اعمار هناك يعني بطء في موضوع التعويضات نعم احنا عدنا في مدينة بيجي اللي هي جزء مهم من محافظة صلاح الدين واهلها هم اهلنا طيب هناك عشرين الف منزل مدمر بشكل كل لا يمكن لا اهلان يعودوا اليها نعم وهناك اثناش الف منزل مدمر جزئيا هاي المنازل واصحابها والعوائل اللي كانت تقطن تحتها هؤلاء بحاجة الى تعويض جدي يعيد لهم جزء من منازلهم حتى يقدرون يرجعون يقدرون يبدون حياتهم من جديد ممتاز لانه البيجي تعرضت لحملات عسكرية وتعرضت الاحتلال عصابات داعشة الارهابية طيب فهي بحاجة الى اعادة نظر في موضوع تعويضاتها بيجي اذا سمحت لي بيجي نعم البرلمان العراق السابق صوت على ان تكون مدينة منكوبة مدينة منكوبة احد النواب وانا قلت في حلقة سابقة لبرنامج الثامنة نعم كان ظهر علينا وقال ابشركم وهناك بشرة لأهل بيجي شن البشرة تبين انه اصبحت مدينة منكوبة اختيرت كمدينة منكوبة اين البشرة بالموضوع هل هناك تخصصات اضافية لأهل بيجي لعاية اعمارها خدماتها الاساسية في هذه المدينة طبعا متدنية جدا يعني هذا لا يعني ان الوضع فيه تكريت هو وضع مثالي ووضع جيد جدا ابدا طيب ممتاز اسمح لي بهاي نقطة انتقل لدكتور سعد دكتور سعد حياك الله نورتنا في برنامج الثامنة وقناة الرشيد دكتور واقع الحال يرى ان تكريت وصلاح الدين لا زالت مدمرة لم يطر اي تغيير بالتالي اين دور محافظ صلاح الدين وانتم كحكومة محلية ومجلس محافظة وكمحافظة مثل ما اتفضل استاذ مروان ذكر لك انه لا توجد جدية في التعامل مع الملف الخدمي والامني وحتى الانساني من قبل المسؤولين في المحافظة فضل فضل دكتور دكتور تسمعني جنابك دكتور شين الموضوع يا شباب استاذ مروان بقضية بيجي بيجي الان انت تتحدث انه صوتت على انها بالدورة السابقة على انها منكوبة اليوم اكو ازمة مالية في العاصمة بغداد كل المحافظات وزعت الها نسبة التقصيصات ونسبة الموازنة الوحيد المحافظة صلاح الدين ذكرت انه شكت المحافظة غير كافية والاموال غير كافية واحنا نشكو وين الخلل هل الخلل بالخلاف السياسي السياسي الخلل بالعشائر الخلل بالناس اللي رجعت ام ماذا تفضل طبعا العشائر ما لها علاقة بالموضوع المالي لانه هو مو من اختصاصها هي اختصاصها اختصاص دورها هو دور ساند لاجهزة الدولة الاخرى كالادارية والخدمية والامنية طبعا اكيد الخلافات السياسية تؤثر سلبا في حلقة سابقة مع جنابك طلعنا في يوم من الايام عندما تم التصويت على الموازنة من هذا الستوديو انتقدنا دور البرلماني لنواب محافظة صلاح الدين في اضافة تخصيصات اضافية والمطالب التخصيص في ذلك اليوم عندما ظهر البرنامج طبعا تعرضت لحملة واسعة من مؤيدين عدد من النواب بسبب برنامجنا بسبب ما طرحناه بالبرنامج يعني اذا صح التعبير في ذلك الوقت كان هناك سيجي يقول انه نواب محافظة صلاح الدين مقصرين نعم هناك تقصير كان المفروض ان يكون ميزانية صلاح الدين ضعف ما حصلت عليها المحافظة لان المحافظة مدمرة وبحاجة الى اموال اضافية وعلى نواب المحافظة وزعماء المحافظة ان يجلبوا اموال اضافية تكون ضمن مشاريع حقيقية كل زين دعنا نوقف الدكتور سعدي اسمعني دكتور سعدي اسمعني نعم اسمعكم حياك الله سمعت الحوار اللي دار ممتاز كل زين دعنا ما اسمعت كل زين انا ارعيد لك السؤال دكتور ضيفي سيد مران جباري تحدث انه لا وجود لدور واضح ولا توجد جدية حقيقية من مسؤولي محافظة صلاح الدين بإعمار المدينة وإعادة النازحين وعودة استقرار المدينة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم لا حقيقة الدور موجود يعني ما معقولة ان احنا يعني نبخل الناس اشياءهم هذا مجسر يعني هذا العمل مصحيح لكن هل الدورة هو متكامل مئة بالمئة لا اكيد يعني لان هناك يعني مؤضلات كثيرة يعني حقيقة تحدد من عمل المحافظة ومن تنفيذ قرارها يعني عدة اسباب يعني من ضمنها اولا يعني اللي نعيش على الارض انه تعدد القرار الامني زين ان احنا ما نقدر ناخذ حريتنا بالمحافظة ثانيا قلة التخصيصات المالية والتي تجي على شكل تباعا ما تجي دفع وحده بالقياس الى محافظاتنا اللي مدمرة بشكل كامل من بنا تحتية المشاريعنا الطرقنا الجسورنا وبالتالي ما تنطيك يعني ذاك الدعم اللي تخليك انت تظهر على الارض استاذ احمد يعني احنا احنا نفهم انه احنا محافظات محررة خرجت من حرب طاحنة زين يحتاج لها تخصيص امال جدا عالية لكن هل اقول لك انه ما اكو تقصير لا اكو تقصير بس هذا التقصير اعتقد بكل محافظات العراق حتى المحافظات اللي ما محررة اللي ما عدا اي شيء يعني ذكر لك دكتور استاذ مروان ذكر لك انه الى الان اكثر من 12 الف عائلة لو بيت 20 الف بيت 20 الف بيت وربما اكثر في بديل الحيجي مدمرة بالكامل وهناك ربما 12 الف بيت مدمرة جزئيا هذه كلها بحاجة الى اعادة التأهيل التعويضات ملف التعويضات ملف شائك والتعويضات لا تتناسب مع حجم الدمار المجموع شنو ردك استاذ سعد تفضل انا اتفق معه انه التعويضات يعني فعلا تجري بشكل بطيء جدا ومو من ضمن الامكانيات اللي ممكنها تعيد مدينة احنا مو بس البيجي احنا يعني البيجي اكبر قضاء هو مدمر بشكل كامل في محافظة صلاح الدين واللي اهله لحد العايدين مو اكثر من 60% لكن احنا عدنا ثمان مناطق ايضا مع البيجي يعني عدنا الصينية وعدنا ياثريب وعدنا عزيز بلد وعدنا اسلامان بيج وعدنا الطوز وعد امرلي وعدنا العوجة بشكل كامل 100% هاي المناطق كلها ما تخصصت لها المبالغ اللي ممكن انه تساعد في عودة اهلاء تساعد في رجوع البنى التحتية المبالغ اللي جاء تخصص تخصص مبالغ يعني يعني ما تتجاوز الـ 15 مليار كحد اعلى او 20 مليار كحد اعلى كل فترة زمنية محددة هاي الـ 20 مليار لا تقسم وفق رؤية وزارة التخطيط بنسب محددة ما ممكن انه تجاوز المحافظة طيب يعني ما اكتو تخصصات يا استاذ احمد تخصصات للبنى التحتية او للمشاريع نعم ايه دكتور اللي تم تخصصها لمحافظة صلاح الدين وزعت الموازنات كما وزعت للانبار وللموصل ولديالة ولبقية المحافظات طيب ليش هنا اكو فرق ليش محافظة صلاح الدين ما بيها اي تقدم ملحوظ مثل ما ذكر استاذ مروان ليش الانبار بها تقدم ليش الفلوجة ليش بقية المدن نعم فضل انا ينطيك السبب فضل انا ينطيك السبب عدنا سبب رئيسيا في بناء المدن خاصة في الانبار انه صندوق الاعمار والبنق الدولي مركز كل اهتمامه على الانبار ومركز اهتمامه على صلاح الدين وانتج تلاحظ انت انه يبني يبني عشرين مدرسة بالانبار ويبني مدرسة واحدة في صلاح الدين اها ثاني شيء المنظمات المنظمات الدولية ما تدعمنا تدعم يعني المنظمات الدولية اللي موجودة والعاملة هل سبب حاليا بمحافظتنا المبالغ اللي مخصطت له بحدود 300 مليون دولار تصرف 250 مليون دولار للانبار ويصرفونها 50 مليون دولار بشكل يعني على شكل مشاريع كماليات ما تبسى البنى التحتية والمشاريع المهمة طيب يعني هذا الجانب ارجو ان لا تهم له والسبب 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 الرئيس يا سيد احمد خلنا نكون واضحين يعني احنا محافظات محررة سواء احنا او الانبار او نينوة او الديالة احنا مفروض تساوي يعني يكون عدالة عدالة بصندوق الاعمار والبنك الدولي يعني ليش ليش ماكو عدالة نهائية محافظة صلاح الدين هالعدالة من مسؤول عليها دكتور من مسؤول على هاي العدالة غير اكو سياسيين دور او نواب او عظام مجلس او محافظ استاذ احمد تعرفني يعني صريح جدا ايه والله احنا عدنا 12 نائب بالبرلمان يمثلون محافظة صلاح الدين حقيقة يعني الا الا من رحمه ربي هم كلهم يعني ما جاء ركزوني بهذه المسألة ما اعرف لي اش يعني يعني مفروض هم يذلون قصارة جهدهم يجلب اكبر المشاريع من صندوق الاعمار والبنك الدولي لانه هاي المبالغ بيه مبالغ كلش عالية نعم هاي المبالغ العالية ممكن تخدمنا في بناء المشاريع لكن انا اعتقد اعتقد يعني وانا اكون يعني حتى لا اكون مخطئ انه اغلبهم يعني يتكلم بالمصلحة الشخصية اكثر ومصلحة العامة خلنا نكونوا اضحين يعني منهم والبطور وهذا الشيء ينعكس على دور المحافظة منهم والنواب والأعضاء الساد النواب وينعكس هذا الشيء على السادة اعضاء مجلسة المحافظة ايضا ما جاء يقومون دورهم بصورة صحيحة يعني مفروض من يصوتون على المشاريع يصوتون على المشاريع على نسبة التدمير اللي موجودة بالأقضية وهذا الشيء مصحيح يعني مفروض انت بتنطي يعني من يجي يوزع الاموال ميسر يوزع على كل الأقضية من المحافظة صراحة الدين بتتساوي اكو عدنا أقضية مدمرة من يرتقي بقبائب يجي ويخلي أهلو يعودون بشكل كامل دكتور انا عرف صدرك واسع فالتقصير موجود للأسئلة يعني الله الله يخليك السيد مشعار الجبوري في أكثر من حوار على قناة الرشيد ذكر أن الفساد واصل لمرحلة يعني خيالية ديوان الرقاب المالية اتهم المحافظة والمسؤولين المحافظة بيهدر المال العام شن ردك بوضوح صح جنابك جديد لكن والله أخ فضل أنا تدري أنا تدري يعني صالي كم شهر مداومة محافظة شن التخطيط للأمانة 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 أنا أتكلم بصراحة وخلي ليزعل يزعل الخلل هو بالرقاب المالية والخلل بالنزاها لأنه يا أستاذ أحمد هو من يراقب من يراقب المشاريع من يراقب المشاريع ومن يحضر من نسبة الفساد هو أنا حضر من نسبة الفساد لو هم بجهة رقابية رح يجون يدققون هم ليش يؤفقون على المشاريع اللي أصلا يحسون بها فساد ليش النزاها ما تحاسب المفسدين الموجودين إذا فعلا أكو فساد القانون يتعامل بمجموعة من الأوراق ما يتعامل بالكلام وبالإعلام إذا ما أكو أدلة على أوراق تثبت بأن هناك فساد هاي من يثبته تثبتها النزاها وتثبتها رقاب المالية إذن الخلال يتوجع عليهم هم مو يتوجع دكتور حدث عن وجود تقرير واضح يا دكتور طبعا أنا أسمي تبرير ولا دفاع يا دكتور تجديد ذكرت عن الجديد ساد أحمد ساد أحمد تسمح لي أحكي فضل يعني إحنا ليش ما نكون صريحين يعني ليش ما نكون صريحين تقرير الرقاب المالية إذا هو أثبت بأن محافظة صلاح الدين أكثر محافظات فسادا المفروض مفروض بيش يعمل بالحالة هاي مفروض بيش يعمل أنه يحيل هاي الأوراق إلى القضاء زين ويحيل المفسدين اللي هو أشرهم أنت بالأشرة غير أشرة أنه أكو تجاوز على المال العام وأكو هدر للمال العام بالمشاريع اللي موجودة طيب إذن أحول على القضاء ممتاز ممتاز خلينا أسمع رجل سيد مروح نعرف إحنا راسنا برجدية كل زين يعني ما معقول إحنا نظل فيه دوامة ممتاز كل شي ما نعرف الرقابة المالية تقول أنتم مفسدين النزاحة تقول أنتم مفسدين وبالتالي لا أحد يتحاسب ولا أحد يدي وبالتالي المواطن أكو فساد ولا ما أكو فساد بالمحافظة دكتور أكو فساد وما أكو إحنا كنا راح نتهم بالفساد يا ستاد أحمد ممتاز أنا أقول لك أكو فساد بكل مفاصل الدولة أنا هنا أصرع على الإعلام أكو فساد ممتاز سيد مران اتهام المجلس يا سيد أحمد أنا متضرر حالي حالك يعني أنا هسأ من أتهم أن أتهم المحافظة بشكل كامل خلينا نسمع خلينا نسمع عرض ممتاز يعني مفروض هم يحددون الشخصيات ويحددون المقاولين والله واضحة دكتور إذا تسمح لي تفضل سيد مران العشارة ومدى سنوية المجلس المحافظة كأنما أكو عداوة حقيقة كأنما أكو عداوة ويالمحافظة السابق والنائب الحالي كأنما أكو فدخلاف معين يقول لك ديوان الرقاب المالية تقريره هو مصوط ديوان الرقاب والنزاهة أي حديث عن أي فساد يجيب لي دليل تفضل يقول لك ما أكو فساد سيد مران أكو نعم أكو لكن طيب الديوان على شنه أستند على تقرير اللي صدر منا أكيد أستند على أدلة وبراهين هو ديوان الرقاب المالية هو الجهة الرقابية الأعلى في البلد وهي السلطة الرقابية في هذا الحالة إذا المجلس من حقه والمجلس والمحافظة الإدارة وكل المتهمين من حقهم أن يدافعون عن أنفسهم قانونيا والقضاء يكون هو الفيصل فعلت جميع كديوان الرقابة المالية وإدارة المحافظة الاحتكام إلى القضاء بما أنه إحنا عدنا قضاء الاحتكام إلى القضاء ليكون هو الفيصل في البت في هذا الموضوع أما أن تقول لي ماكو فساد بالمحافظة فهناك أكيد أنطيك نماذج يعني ما أنطيك نماذج هناك ملفات ذكرها بالضبط مثلا بالجسور بالواجهات بالسيطرات وين هناك فساد في كل الملفات وليس فقط في صلاح الدين في كل محافظات العرب صلاح الدين جزء مهم صلاح الدين طبعا ديوان الذقاب المالية في تقريره قال أنه هناك مبالغ ذهبت إلى نوات طبعا يقصد بالدورة السابقة وهناك مبالغ ذهبت حدرا بمشاريع غير ذات جدوى وهناك مبالغ سرقة وهناك يتحدث عن 460 مليار ما موجودة على الأرض يجب القائمين على هذا الموضوع في صلاح الدين إذا أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم أن يبررون ذلك يبوبونها مثل ما يقول القانون نعم تبويب أن تكون هناك عملية تبويب لهذه الأموال أين ذهبت وأين صرفت طبعا ردت أعرج على موضوع ذكر الدكتور حول موضوع المشاريع في صندوق الإعمار صندوق الإعمار حسب الإحصائية اللي عندي يعني الإحصائية هو المعرف ما تدقتها ولكن الشي تقول الإحصائية تقول أنه الأنبار استفادت 261 مشروع من صندوق الإعمار لحد الآن أو ربما أكثر أو أقل طيب غير متأكد من ذلك الرقم صلاح الدين استفادت 21 مشروع الموصل استفادت 31 مشروع ودياله استفادت 7 مشاريع فقط الديوان الرقاب المالية نحن كان هناك تواصل مع عدد من الأخوة العاملين في دوان الرقاب المالية برروا ذلك بالآتي أنه المحافظات هي من تقدم لستة المشاريع التي تحتاجها والصندوق يقوم ب صندوق الإعمار ظلم صلاح الدين يقول لك ياها المنظمات الإنسانية ظلمت كاستحقاقات وكتوزيع وكتقاسم ظلم صلاح الدين ليش هذا الانحياز أنتوا شو خمساكتين يا عمي والله يا عمي صلاح الدين والله يا عمي صاكتين باعر شنو سر الأنبار يطهم 250 مليون دولار و50 مليون دولار أو مليار أو كذا الصلاح الدين يا شيخ أنتوا هم يتحركوا أولا بالعافية على الأنبار لأنهم يتحركون بجدية ولديهم نواب ولديهم مسؤولين فاعلين في بغداد وهذا الموضوع يحتاج إلى حملة صلاح الدين عندك محافظ عندك رئيس مجلس وعندك شيوف عندك أعضاء وعندك نواب ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى حملة علاقات عامة وجدية ومراجعة لكل من يستطيع أن يعيد إليها عدكم زعيم بصلاح الدين يتبثن بالخط الأول أبو وازن أحمد الجبور يتحرك ويتفق بحاجة إلى حركة إضافية مع جل احترام إلى السيد أبو مازن وتحركاته ولكن نحن يعني السيد أبو مازن يفترض علي دور إضافي لأنه أولا هو رئيس كتلة المحور اللي هي تمثل جزء طيف كبير من الجانب السني في العملية السياسية طيف وهو ابن صلاح الدين وهو عمل محافظ فهو على دراية كاملة بس تعتبون عليها زعلانين عليها طبعا نحن يفترض عليها يكون ضعفياً العمل يعني هو مقدم نفسه كزعيم الزعيم ليس مثل أي عضو عادي الزعيم علي أن يجلب تخصيصات إضافية لأبناء محافظته ما خلتني أكمل فكرتي حاول موضوع صندوق الإعمار صندوق الإعمار حسب القائمين أو العاملين في صندوق الإعمار يقول لك المحافظات نطلب منها تبعثنا مشاريعها نعم من تبعث مشاريعها نحن ندرسهم بجدية ودراسة جد ومالتهم بعدين نقر المشاريع ضمن سياقات معينة يعمل بيها طيب بعدين نمول نرصد المبلغ التمويل ونعلنها يعني إذن صندوق الإعمار هو يعلن وهو يرصد مبلغ وهو يشير ممتاز المحافظة فقط تستفيد صلاح الدين حسب القائمين على المشروع وما عرف مدى يعني دقة هذا الموضوع أنه ما قدمت مشاريع كافية ممتاز لمحافظات دكتور سعد الذي يتحكم بمصير عضاء مجلس المحافظة ومحافظ صلاح الدين ورئيس المجلس هو أبو مازن تتفق أم لا لا أتفق شنو السبب شنو الدليل إذا قال أبو مازن قال صلاح الدين هذا مو كلامي والله اسمعني لا نعم أحنا لا ننكر لا ننكر يعني دورا سيد النائب أحمد طيب أنه رجل مؤثر ورجل بالساحة ورجل كان محافظ ودورتي النائب وكان وزير هذا الشيء ما يمكن أحد ينكره لكن أستاذ أحمد نحن نحن بالمقول أن مجلس المحافظة من أدة أحزاب ليس من حزب واحد إحنا ما نقول مجلس المحافظة به عشرين عضو من الجماهيرية والله أقول لك صحيح إذا أما إذا هم الأضاء مجلس المحافظة اللي موجودين حاليا من أدة أحزاب موجودة ومشاركة بالعملية السياسية فما أعتقد كلهم يعني دونوا بالولاء المطلق للسيد أبو مازل يعني يحتركون رؤساء أحزابهم إذا هناك اتفاقيات خارج اللي نعرفه إحنا فهي واحد أما إحنا الشيء الظاهر أنه مجلس المحافظة يجتمع ومجلس المحافظة الجاي صوت على المشاريع لكن هل أقول لك بجدية عالية لا هل أقول لك بتأثير عالي لا إذا أقول لك بعمل منظم لا يعني أنك واضح وصريح بس سمح لي بلا عليك الناب أحمد الجبوري اللي يعني سيد مروان وجنابك وبقية أيضا الطيف الأوسع في صلاح الدين الزعيم أبو مازل فشل حتى في تنفيذ مشاريع الأعمار اللي كانت سابقا إليه كمحافظ اليوم حتى من صارنا فشلة في دعم المحافظة من صدوق عالة الأعمار أين النجاح؟ هل النجاح بمعنى أن يتفاوض على مناصب أخرى كنينوى والأنبار وبعد ينزع الشيوخ الأنبار وصارت فعل؟ أريد موقف واضح الله يخليك دكتور من تقولي اليوم أنا عندي زعيم تعاشق الأمبار والله يا سيد أحمد شوف يعني يعني أحنا خلنكون صريحين يعني أرجوك أرجوك أحنا مجاينين حتى نقص من الأشخاص أو نشهر اليوم كل الأشخاص محتروي المحافظة معروفة المحافظة معروفة سيد أحمد والله أنا أسمعني أسباني بس طيني مجال طيني مجال دقيقتين فقط أحنا خلنكون صريحين وواقعين نتكلم نتكلم بالشيء الصحيح ما نتكلم شيء خارج هل أقول لك تأثير الزعيم أبو بازن موجود والله هي تأثير موجود لكن مئة بالمئة أقول لك ومئة بالمئة لأنه موجودين أحزاب لكن هلأ أقول لك أنه نرجع ونقول أنه المحافظة وعدم أمارها بشكل صحيح يعود إلى السيد أبو بازن نقول لك لا يعود إلى مجلس المحافظة ويعود إلى المحافظة ويعود إلى الدوارع الموجودة هذا حقيقة الدرجة الأولى يعود إلى مجلس المحافظة مجلس المحافظة ما أدى دوره بصورة صحيحة خلنكون واقعين إذا هو كان حسب ما يقاله حسب ما قال الشيخ وحسب ما تقول أنت من قادل الزعيم أبو مازن من قياد تام فخلي أعلنون أنه يابحنا من قادلين وخلي سيد أبو مازن هو اللي يقرب هذا الموضوع أنا أعتقد هذا الموضوع ليس صحيح لأنهم موجودين ومثلين أحزاب وفايدين بانتخابات ومثلين جماهيرهم هم بالمرحلة الجاية شرح ينطلون وجوهم الجماهيرهم والقاعدهم الجماهيرية بس أنا أقول لك هل هم يشتغلون على المسطح الخاصة أكثر من المسطح العامة؟ نعم وخليز عالون علي لأنه إحنا من تجي المخصصات المالية مفروض هم يقعدون يقسموها على متوى الأقضية وهم ممثلين كل الأقضية بالمحافظة هذا جانب الجانب الثاني صندوق الأعمار والله صندوق الأعمار والبق الدولي متحيز بشكل كامل بنسبة 80% للمحافظة الأنبار لا تقول لي نحن ما مقدمين المشاريع وتطلبات المشاريع قدنا كاملة وعدنا مهندسين معتمدين هناك كاملين لكن والله العظيم نقدم 100 مشروع ما يطلع لنا مشروع واحد والأنبار يقدمون 20 مشروع يطلع لهم 19 مشروع هذا الخلل الواضح بعدم العدالة بالنسبة للمحافظات طبعا يظهر بشكل واضح وجلي ليش ليش احنا لحد الآن احنا ما مستفادين من صندوق الأعمار والبنق الدولي اللي هو ميزانيتها مئات الملايين من الدولارات كل شي ما ما مستفادين يعني احنا مناطق تقصير 80% تقصير 80% دكتور يتحمل نواب صلاح الدولي ام الحكومة ام الحكومة استاذ 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 احمد يعني انت انت انا كلامي واضح وصريح يعني انا هسا بنتجين المنظمات الدولية المنظمات الدولية المصرف عليها بالسنة 500 مليون دولار من الدول المانحة او من الامم المتحدة وشوف نسبة عطاءها بالمشاريع بالكماليات ما يتجاوز 20 او 30 مليون دولار المحافظة ويصل المحافظة اخرى 300 مليون او 400 مليون دولار لان هذا شنو معناها خلينا بالمشاريع الخدمية السيد مروان قال لك بالعافية على الانبار ليه اشي يقول لك لان اكو حركة اكو توافق ربما نسبي لا 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 غلط لا لا غلط لا لا احنا ادنا احنا ادنا مشكلة بس احنا ادنا مشكلة بالوزارات يعني انت تتري انت الطرق الرئيسية والجسور هذه ليست من ضمن اقتصاصات المحافظة هذه من اقتصاصات الوزارات المعنية الوزارات المعنية تدري احنا من تركيا الى 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 بغداد جسر واحد عائم فقط هو جسر قريكة الابعيجي اللي ما تفجره بقى يعني يصير يعني يقولنا انا معاجز للفتحة ما سوى قولنا انا معاجز الفكرية ما سوى لدينا جسور كثيرة يعني جسور احنا هسنا نتبنى الجسور الفرق العسكرية وقياة العمليات تسوينا يا اخي والله أنا أدري المظاهرة العسكرية أي مظاهرة لأي كتيب التجسير بساعتين تسوي أي جسر عائم على أي نهر فكيف دولة ومجارة يعني تعاونون على الكتاب وعلى وزارة الدفاع في تعمير وإعادة الجسور ما تعاونون على الأعمار والإسلام والله أكثر لا والله نعاون أكثر عليه والله أنا متأكد أي كتيب التجسير بأي قيادة عمليات هساً مستعدة بثلاث ساعات نصب لك جسر عائم على نهر دجلة أو نهر الفرات لكن أنا أقول لك أخذك خمس سنوات إذا قدرت وزارة تسوينا جسر والدليل هذا قد أمجلسنا الفتحة اللي يربط كل المحافظات واللي جسر مهم ولي حد الآن قبل أسبوع أن زار السيد معالي وزير الإسكان والإعمار محافظة صلاح الدين وتجول من المنطقة اللي قريبة على ما يسمى بمجسرة دل اللي توقف العمل بي وما نعرف ليش اللي صرفت عليها مبالغ هائلة وراحت محلات الناس وعطلت الحياة بمدخل تكريتا الشرقي زي وبالفيسبوك وبوسائل التواصل وبالإعلام الموجود بالمحافظة أنه بشرى سارة شكو قال تم إلغاء مشروع الدلة زي المشروع الدلة اللي حفريات وصبات داخل ووصلت يعني طلع الهيكل ما لبدأ يطلع يلغى بجرة قلم وتروح تخصيصاته زي المشروع الدلة زي المشروع الدلة اللي صرفت عليها الراحة يعني شجور راح يدفن هذا راح تجي تخصيصات أضافية يعني وبشرة كيف بشرة ما أعرف دكتور شنو عندك بعدين جسر تكريت ماكنا طبعا شيخ بشرة بس بس شيخ مرواني أقول لك طبعا بشرة تدريش بشرة ليش لأنه هذا المجسر أصلا تخصيصاته من الوجارة مو من أدنى يعني هاي الوجارة هي يعني أول ما أجت بلش ما طالبون بإعادة المجسر الوزارة فهو يا كملونه يا ألغونه دكتور شجد تكلفة الجسر اللي مشروعة تم إلغاءه جسر الدلة مجسر الدلة ما تعروف هاي تخصات الوزارة مو عالينة استاد أحمد يعني هذا أفضل يعني تخصات الوزارة مو على أموال المحافظة يعني إذا أنت ماتكملة ما أفضل مشروع هذا حقيقة يعني هل سيتم استبداله بشيء ينفع المحافظة من الوزارة بالتخصيصات مالتا نعم هل سيتم يعني والله استبداله بمشروع يفيد المحافظة من زارنا الوزار أي تفضل دكتور لا شيخ مروان شيخ مروان احنا من اجل وزير وزار يعني الوزير من جابه هو جابه انه جابه للمحافظة هتشوف جابه للبي اي جي جابه هاي المشاريع اللي موجودة اللي تخص الوزارة قالوا اشوف هذا المشروع يعني هذا المشروع صاله كذا سنة وبالعكس ضرروا اكثر من فعوه يا تكملوا وتنطول التخصصات المالية حتى المقاول يكمل يا تلغوه وهذا الكلام هو منطقي وصحيح يعني دكتور اجسر الدلة دكتور سعد مجسر صاله سبع سنوات صاله سبع سنوات سبع سنوات مشاهدي للكرام مجسر لم ينفذ من قبل وزارة العمار ونسقى نعم شنتمت الكسورة بالموبايل المالي احدى السيارات اي طبعا ما مخلي لأي حاجز يعني حفر بلقى عميق ووشياش مال حديث وسيارات عديدة وقعت بها يعني ناس ماتت وناس ما عرف ممكن ماتت أو تجرحت سيد من هذا الموضوع طيب خلينا نغادر موضوع الجسور وغيرها دائما تتحدث لأنه داعش موجود بمقحول وبالشرقات ويجول البيجي والصينية وفوق طيران امريكي شو للفيلم؟ لا انا ما تحدث عن طيران لا 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 شيوخ العشار اكو بعض الشيوخ يتحدثون عن وجود طيران امريكي لا التحدي الامني قائم؟ في اي مناطق يتجول داعش؟ طبعا التحدي موجود في المنطقة الواقعة ما بين صلاح الدين وكركوك وهي المنطقة المحاذية لجبل حمرين لأنه احنا يفصلنا عن الحويجة جبل حمرين طيب عن كركوك منطقة حوض حمرين اللي واقعة هي مثلث بين محافظات صلاح الدين وديالة وكركوك هذا المنطقة فيها تواجد لعصابات داعش وشنة عدة عمليات في هذه المنطقة وهناك تواجد في مكحول أيضا اللي هي يسهم هذا الخط من محافظة ديالة إلى حوض حمرين أو ما يسمى منطقة العظيم طيب وصولا إلى جبل حمرين إلى جبل مكحول إلى جبل الخانوقة جنوب الشرقات جنوب غرب الشرقات وصولا إلى الصحراء قبل أيام كانت هناك عملية شاركت فيها قطاعات من صلاح الدين والموصل والأنبار لصحراء ولكن أي وين ولكن المحافظة أو الأجهزة الأمنية بحاجة إلى دعم إضافي دعم للاستخبارات عندك حشد وعندك دفاع وعندك اتحادية وعندك رتسرية وعندك طيران جيش نحتاج إلى دعم للمعلومات للاستخبارات لأجهزة الأمنية الأمن الوطني والاستخبارات اسمحوا للناس ترجع كشيوخ انطهم موافقات عشائرية خير جعل الناس لا علاق للشيوخ بعودة الناس هناك المشاكل العشائرية 5% المشاكل في صلاح الدين 5% ونستطيع تصفلها سيد مراء ليش تجاملني ما أجاملك لا أجاملني لعد العوجة مراجعين العوجة مراجعين الصينية مراجعين بيأجي مراجعين بيأجي عدم عودة البيأجي والصينية مشكلة خدمية خدمية 22 ألف منزل مدمر شلون يرجع شلون نقدر الرجع ما نقدر الرجع هو أوكي راجع مسموح لا يرجع يثرب وين يسكن يثرب هناك مشكلة هناك فصائل وجهات مسلحة لا تسمح لهم بالعودة وهذا الحال ينطبق على عزيز بلد وعلى سليمان بيق وعلى المناطق اللي ما رجعوا هلها وهناك منطقة الرواشد أيضا هناك عدم عودة 100% تقريبا شيوخ عشائر تتحدثون عن جهات مسلحة لو فصيل لا هناك عدد من فصائل مسلحة ما تسمح لهم نعم سيطر على الأرض نقدر نعرفهم سيد مروان يعني أنا ما أقدر أعدد لك ولكن هناك جهات دكتور سعد وأواضح النقاط دكتور سعد تفضل أرد على ما ذكره أبو الشرقاط شيخ صلاح الشعلان صرح لي بتصريح خاص للثامنة أنه داعش نراه بين عيني المجردة هاي كارثة كارثة دكتور تفضل حقيقة يعني نحن نتكلم أنه الوضع الأمني محافظة صلاح الدين عموما بالمحافظات المجاورة هو وضع أمني جيد ونقدر نقول لحد ننقيسه عن نسبة الحوادث اللي موجودة لكن هل هذا يعني الاستقرار الأمني من داخل المحافظة نفسه أم من خارجه لا أقول لك من خارج المحافظة مو من داخل نفسه احنا ما أدنا مشاكل بنسبة داخل المحافظة احنا أدنا مشكلة أنه بالقطاعات عدنا مشكلة بالقرار الأمني عدنا مشكلة بتواجد الحجد الشعبي الكثيف وتواجد القطاعات الاتحادية الكثيف يعني حتى يغذر النظر عن تواجدنا احنا كحكومة محلية موجودة بالمحافظة يعني نحن لازم نعزل قطاعاتنا من شرطة وجيش هي كارثة دكتور سعد والله من شرطة وجيش هذا الكلام هذا الكلام أريد أن نقله عن طريق الإعلام يعني احنا ما يسير نظلم التمدين عليهم بشكل كامل حدودنا الإدارية هما اللي يغطيها بشكل كامل سيطراتنا اللي موجودة هما اللي يغطيها بشكل كامل وبالتالي احنا وجودنا وجود شكلي يعني هسا لو تيجي على سبيل المثال أي قضاء تقول من أقضي المحرر نقضي على سبيل المثال بيجي تقول المدير سلطة بيجي تعال استلم الملف الأمن يقول لك ما قدر استلمه لأنه الموجودة ما يغطي البيجي نهائيا البيجي 70 كيلو عرض و70 كيلو طول طيب وبالتالي يعني إذن تواجد القطاعات الكريمة اللي موجودة وقامت بالتحرير هي ما رح ممكن أكثر تستغني عنها مستقبلا وهذا يؤشر خلل بالنسبة لأمن المحافظة بس مداخلة هاي واحد اثنين بس مداخلة بس مداخلة من سا مرة استاذ احمد بس مداخلة بالله عليها بس قبل كم يوم صدر الأمر الديواني لحكومة الخاص بالحجد الشعبي أنا اعتبر هاي رسالتك موجهة إلى زعامات هذه الفصائل قل لي من الفصائل اللي انسحب امتثل لرئيس الوزراء ومن الفصائل اللي اللي إلا الآن مجلبة بالمدن رسالتك حتى تسمع من 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 زعامات هذه الفصائل ومن رأسات الفصائل حتى صورة واحدة دكتور استاذ احمد استاذ احمد الفصائل الحجد الشعبي اللي متواجدها بالقضاء ومتواجدها بالناحية ومتواجدها بالقرية ومتواجدها مركز المحافظة موجودين ما تغيروا هذا القرار لم يطبق لحد الآن هذا القرار لحد الآن بعده قرار اتحادي هل ممكن أن ينصهرون وينسحبون ما ممكن هم احنا اتفقنا من البداية أن ينسحبون من مراكز المدن من داخل المدن ينسحبون ينطون مجال للقطاعات الأمنية اللي موجودة المحلية حتى تقوم بدورها أما هم متواجدين بالمناطق هذا حقيقة وما ممكن يستغناء عنهم أخاف حاج يقول لك احنا نقدر استغناء عنهم لا والله ما نقدر استغناء عنهم هسا لو يصوتون على بقاهم أو انسحابهم لا ولا بقاهم أفضل لأن انسحابهم راح يخلف وكانهم داعش في مناطقنا لأنه ما عندنا القوة الكافية يقول لك فصائل مسلحة لا تسمح بعودة ناحية يذر دكتور يقول لك فصائل مسلحة انت شون تريد بقاهم يا عمي الله يرضى عليك دكتور سعد يقول لك سيد مروان يقول لك لا يكون ناس استاذ أحمد استاذ أحمد استاذ أحمد شوف لحد الجانب شوف جهات حكومية متنفذة أحزاب متنفذة فصائل متنفذة الشيخ عشائر متنفذين عشائر لها تمنع عودة ذول الأهالي ماكو شخص واحد مو بشر حشد والله جهات حكومية تمنع عودتهم وضح لك ياها يعني هذا لانا شو أقع حال احنا لا يقول لك خمسة بالمئة خلافاتنا العشائرية لا لا عكو والله عدنا عشائر قزرج ما تقبل ترجعهم مع لنا ما قدت وياهم ما قدت تفصل والله ما يقبل يرجعهم نهاية ما يرجعون يقول لك من يرجعون نذبعهم كلهم عشنا جواقة حالية هاي حقيقة احنا احنا ما نقدر نجيب هسا جماعة العوجة هم شيت حججون عليهم والله احنا امنيا امنيا جماعة العوجة ما نرجعهم لأن خاف لهم ينقتلون لأن ذولهم جماعة دام النظام يجيان هم جماعة العوجة موجودين بتكريف وموجودين بيج وموجودين بغداد وموجودين بأربيد يعني يعني هم شبعنا بس من منطقتهم ما يرجعون بيها إذن هذا الكلام إحنا لاجم نقعد ونتفاهم إذا ما تقعد القيادات الأمنية والقيادات الحزبية وتقعد تتفاهم على صيغة وحدة بحيث هاي المناطق كلها سر لها في برنامج معين وترجع ما ترجع ياه أنا ما قاله وقلت وقاله وقلت هاي مو صحيحة يعني إحنا ندخل في دوامر لغنى عنه ثانيا ثانيا دكتور بالملف الأمني نعم ثانيا بالملف الأمني بالملف الأمني ثانيا يعني هسا أنت بالنسبة للتواجد داعش بالنسبة للتواجد داعش سلسلة الجبال مقحول وسلسلة الجبال حمرين وهلا متواجدين ورسمي ورأي العين وموجودة حتى القطعات المرابضة باتجاههم وجا تشوفهم وجا يتحركون ومن تسوي عملية أمنية تروع اليوم ما تلقوا على واحد معناه شنو هاي أكو خلل بالمنظومة الأمنية أكو خلل بالمعلومات الاستخبارية يعني ما يسير القطعات تقوم بعملية كبرى وتستهلك هاي الأموال كلها وهاي القطعات كلها وهذا الجهد كله بدون نتيجة احنا مو ولا مضافة هنا ومضافة هنا ومضافة هنا هذا العمل الآن برأيي مو صحية العمل الاستخباري مو الباغته هو صحيحة يعني أنت تتفق أنه داعش لا زال يتجول في أطراف صلاح الدين مثل ما ذكره سيد دعونا نعم 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 استاذ أحمد من صحراء سامرة إلى صحراء الحذر أكثر من أربعمائة قرية هاي كلها معايدة هاي الأربعمائة قرية منهم مكانهم موجود بالقرى مالتهم مئة بالمئة داعش موجودة لأن انت لو عندك آيون هناك تنقل لك المعلومة بصورة صحيحة وتنطيق حتى انت تعالج الهدف أكو هدف يتعالج بالطيران وقدف يتعالج بالمشاة تتعالج بالمباغته من وين نعم من وين من صحراء سامرة إلى الحذر من صحراء سامرة إلى الحذر أكثر من ثلاثمائة قرية هاي كلها ممنوعة هل يقعدون يشكنون ممنوع أتفق مع جزء مما طرحه الدكتور حول ممنوع ممنوع عندنا تحرير الحويجة عندما تحررت الحويجة أنا شاركت في تحرير الحويجة ولاحظت أنه كانت العملية سريعة لأنه كانت القطعات منشغلة بالذهاب إلى الأوضاع في كاركوك في ذلك الوقت فكانت عملية تحرير الحويجة عملية سريعة أصابات داعش الأرهابية استطاعت في فترة احتلالها للحويجة أن تقيم بنى تحتية إلها وأنفاق ومضافات إضافة إلى عفوا المنطقة في الحويجة منطقة شاسعة نعم وفيها مناطق يسهل عليهم الاختباء نعم فتحرير قلت لك صار سريع ما صار تفتيش دقيق طيب فهؤلاء يعني منطقيا يحاولون يصنعون نصر زائف إلهم فأقرب منطقة يسوون بها مشاكل هي المناطق المحاذية لحدود صلاح الدين المدن في صلاح الدين من فضل الله وبجهود الجميع وبجهود القيادات الأمنية وبجهود الجنود المرابطين في المناطق هي مدن آمنة يعني الآن تغيرة الوضعية الآن إذا هجمت داعش على أي قرية أهل القرية يقاومون عكس مركة قبل 2014 شنو فائدة هذه المنطقة والقضاء مؤمن بس داعش ديجي قل لك نحن بحاجة إلى عملية تفتيش دقيق في الحويجة ومنطقة حوض حمرين والمناطق الغربية للمحافظة الصحراء كما ذكر الدكتور ولكن أيضا نحتاج إلى تدعيم العمل الاستخباري جهود الاستخبارات جهود مهمة الآن العملية عملية معلومات نحن بحاجة إلى تدعيم عمل الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات لأن هؤلاء الآن عليهم معركة إضافية هؤلاء هم من بقى هذه المناطق الرخوة تتوقع عودة داعش لا تعود داعش إلى المدن إطلاقا ولكن داعش أبد ولكن داعش تحاول أن تحقق نصر زائف من خلال عملية على قرية ناعية عملية على نقطة رخوة وهذا ما يجدي نفعا ولكن ليش يصير هذا؟ نحن نريد أن نمنع حتى هذا النصر الزائف لداعش علينا أن تكاتف جميعا لمنع هذا الشيء جيد جيد حي النفط اللي بيأجي شنو موضوعا؟ أنا ما أمتلك أي معلومة عن حي أستاذ سعد حي النفط اللي بيأجي سكان مراجعين والمدينة غير مدمرة حي النفط وحي الستمية العمل الجاربي اللي عادته ترميمه والموافقات حصلت بعودته عن قريب إن شاء الله كانت يعني العذر أنه عذر أمني أنه فصال الحشد ما تشمح بعودته لأنه هم مشاغلين المكان حسا حاليا العمل بيه مستمر لعادة تهيله وأعتقد بالقريب العاجل لا حيرجعون أهل عليه طيب قضية سامرة دكتور سعد يعني المشاكل اللي اللي إلى الآن في سامرة والشيوخ اللي إلى الآن ديشت أكون من بعض وجود جهات أيضا حكومية أو غير حكومية هذا الموضوع تم حله أم لا؟ والله يا أستاذ أحمد أي موضوع ما ينحل إذا ما تقلعه من جذوره يعني أي موضوع تريد تحل لا أنت تكون تتفاهم عليه على أطر ثابت وبرنامج ثابت مع الأسف إحنا لحد الآن نتكلم بالإعلام والحقيقة شيء آخر يعني هسا أنت لو تجع على محافظة صلاح الدين يعني نحن هسا بين ثلاث قيادات عمليات قيادة عمليات سامرة وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات دجلة يعني باش قل لي شلون يعني هاي الطوز قضاء الطوز اللي هو تابع لي آني كمحافظة واللي مفروض آني أدعمه إداريا وخدميا هو نص إليه ونصبه إليه نص يعني الوضع بصورة عامة توحد القرار الأمني لازم ينعاد لازم نصر المرحلة بأنه احنا نخلي شخص معين هو مسؤول القرار أو مؤسسة معينة هي مسؤولة القرار حتى نقدر أي خلل موجود أو أي سلبيا موجود لعالجها بغير هذا ما ممكن تتعالج كل المشاكل أخذها مني يعني طيب القواعد العسكرية دكتور سعد ده نسمعك ربما دخول وخروج لقوات أمريكية وغير هذا شيء هذا الموجود صحيح دكتور تسمعني دكتور تسمعني طيب قطع الصوت سيد مروان الحديث عن ملف القواعد العسكرية اللي داما تحدث بيه أيضا بعض الجهات السياسية هذا الموضوع إلى الآن قائم أو لا فضل كل حديث إعلامي وحديث ضمن صفحات التواصل الاجتماعي ما ارتقى إلى أن أحد يلقاهم بالشارع أو يشوفهم موجودين على أرض الواقع الوجود الأمريكي بالعراق هو معلن هم عندهم مستشارين على أرض الواقع وموجودين في قاعدة عين الأسد أعتقد في صلاح الدين هناك وجود بسيط لمستشارين حول طائرات الـ F-16 موجودين في قاعدة بلد الجوية وفي صلاحة في تكريت لا وجود لأي قطاعات أمريكية في قاعدة سبايكر هناك أعتقد أن شهادة زرت قاعدة سبايكر مرات عديدة هناك وجود للحشد الشعبي أعتقد في فصيلة النجباء وقوات على الأكبر أعتقد هم موجودين عندهم مقارات داخل قاعدة سبايكر اللي هو إذا كان هناك تواجد لقوات أمريكية راح أكيد يكون في القاعدة الجوية اللي هي قاعدة سبايكر الجوية اللي تقع غرب مدينة تكريت طيب سيد مروان حتى اختموا يا جنابك الدكتور سعد يسمعني يا شباب ممتاز دكتور سعد بكلمة أخيرة دكتور تفضل قضية اليوم المشاريع دكتور تسمعني دكتور ما يسمعني سيد مروان أنا حقيقة بالفيسبوك لجنابك المحترم ذكرت أنه أنت سمعت جنابك أنه يقال أنه بداية المجلس فقط تغليف 14 مليار أو 35 مليار هذا الموضوع إذا صح شنو تفسيركم إليه وهذا يعني المعلومة اللي وصلت الفضل لا هو كانت تغريدة أني شرتها وصلتني معلومات نعم فكتبت معلومات غير دقيقة يعني ما تأكدت من صحتها صحت دقتها مدى دقتها فكتب يعني وصلتني معلومة حقيقة أنه هناك عملية ترميم أو تغليف لمدخل تكريت هي أكوبوابة جنوب تكريت نعم يقال بأنها أحيلت بـ 14 مليار وبناية المحافظة يقال بأنها أحيلت بـ 35 مليار طبعا هي مبالغ هائلة جدا ومبالغ بيها يعني ما أعتقد يعني ما أعرف وصلتني اتصالات من أحد الأخوان في إدارة المحافظة إدارة التخطيط بالمحافظة نعم أحد المهندسين ونفى هذا الشيء وطبعا طلبنا منه أن يرسلنا وثائق تدحض هذا الشيء وللآن مارسل وأيضا وصلني اتصال من أحد السياسيين طيب بصلاح الدين البارزين طيب ممتاز طلبنا أنه يرسلون ممتاز ممتاز يعني أكو معلومات أكو معلومات وصلت للشيخ معلومات قد تكون صحيحة وغير صحيحة أنا تغليف بناية المحافظة 35 وحدة السيطرات ب 14 مليار هذا الموضوع تنفيه جنابك ولا لا نعم بنص دقيقة في دولين تأخر نحية والله أنا بالنسبة لي كمعاون تخطيط هذا الموضوع ما موجود ما موجود تغليف يعني الموضوع ما مر عليه نهائيا ممتاز شكرا جزيلا دكتور سعد ضيفا كريما كنت معنا من أربيل مباشرة شكرا لسعى صدرك وإن لقاءات أخرى شكرا جزيلا دكتور شكر موصول لك سيد مروان المتحدث باسم عشار صراح الدين شكرا لسعى صدرك قبل لا نختم كانوا الشباب بالستوديو قالوا وريد تختمنا بأبيات شعرية أدبية فإذا وقتنا يسمح وقتنا يسمح يا شباب جزار طلب الشهر نص دقيقة نص دقيقة نحن متفائلين بالقادم ونقول بفرح متبشر أرجاعك يا العراق ونصرك يا وطن نحلة تباشير وشفناك يا غالي بطيف الأحلام وفسرنا الحلم بجمل تفاسير حزت يا موطني حب الملايين وتستاهل يا غالي النوبل كثير وتستاهل بدمنا أنك تبالاف نعم ونسطر بحبك أساطير صحيح إحنا عطشنا وصابنا الجوع لكن ما يهمنا الحال شي صير كرامتنا شبيرة وما نطخهام نخل ما هز تريحه وعاصير وراكن نمشي على الكلفات ونفوت وذا للموت بينا تريد ننسير أو يظل ديوانك المهيوب عامر مضيف ودائم الزور الخطاطير يمنع عراقنا بالكون شسيف وذا صار الكرم ما بيها تقصير عهد يا عراقنا نهواك نهواك العهد برقابنا وما عدنا تغييره وإذا راد الوطن وإحنا بالقبور نشقه تشفن ونلبس مغاوية شكرا لكم سارتي السلام عليكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لكم